في الفيديو دي يا جماعة هنعمل وصفتين احسر من بعد الوصفة اللي احنا هنعملها النهارده بالحبوغ اللي انتوا شايفينها معاي دي دا هتنزل معاك الوزن بطريقة سريعة وبطريقة ممتازة جدا يعني لو انت عندك مناسبة وعايزك نزل وزنك بطريقة سريعة جدا خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله لبن معاك النتيجة هتقدر ان انت تستخدمه معايا الكوباية السحرية اللي عجيبة اللي انت شايفينها دي وكمان لو انت عندك مناسبة هتقدر ان انت تستخدمه برضو الوصفة اللي احنا عملناها دي كالدهام موضوعي لشد التراهلات وكمان لحرق الدهون في اي منطقة انت حابة تعملين. تعالوا يلا كده يا بناها تحطوا ليه. تعالوا نشوف الوصفة النهاردة عبارة عني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا جماعة يرب تكونوا كثيروا في افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. وصفتنا النهاردة من افضل واحسن الوصفات اللي هتجيب معنا نتيجة ممتازة. وصفتنا النهاردة يمكن اول مرة هتشوفها معي. الوصفة بتاعتنا النهاردة يا جماعة ده بتشتغل على منطقة الكرش والجوانب والارداف وكمان منطقة السدر. علشان الناس كتير دايما بتقول انا عندي كرش وفيه الناس بتقول انا عندي منطقة السدر يعني تحس ان هي كده مليانة شوية بمعنى اصحي يعني. فاحنا النهاردة يا جماعة هنعمل وصفة كويسة جدا. الوصفة دي بتشتغل على جماعة الجسم. مش مش حاجة معينة لأ بتشتغل على جماعة الجسم. كمان عايز اقول لك لو انت جربت وصفات كتير وما جابتش معاك نتيجة حاول ان انت تجرب الوصفة دي. دي بتحرق معاك كل دهون العنيدة. بمعنى اصح. يعني الدهون العنيدة الدهون اللي ما بتنزلش معاك بسهول. يمكن معظمنا بيجرب وصفات كتير وما بيجيبش معاك نتيجة. احنا النهاردة يا جماعة هنجرب الوصفة دي دي خلال اسبوع واحد بس ان شاء الله هتلاقي نتيجة ممتازة. طيب نسمي لا ونحط لايك كل اتنا كده يا الفيديو يا جماعة عزاكم تشجعوني بدايكات كتير علشان الوصفة ترسل لأكبر عدد من الناس عشان يستفدوا منه. ويا ريت كمان اللي لسه بشوف القناة دي يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا مني كل جديد. ويلا بنا نشوف وصفتنا النهاردة عبارة عني. مبدئيا كده يا جماعة احنا هنعمل وصفتان في الفيديو بتاعنا النهاردة. وصفة تبقى ان شاء الله شرب ووصفة هتبقى كده هالموضوع علشان الترهولات اللي بتبقى مسلا بعد ما بتخس ولا حاجة او بعد منطقة البطن. ما بتخس دايما في الناس كتير يعني بتبقى متضايقة من الترهولات اللي بتبقى مسلا موجودة في منطقة البطن او الكلام ده كلاته. ان شاء الله هقول لك اعمل وصفة كويسة جدا هتشد معاك الجسم او فترهولات دي. امان هقول لك لو انت عايزة تنزلي اي منطقة يعني معينة من جسمك. آآ ممكن ان انت تستخدم ان شاء الله في هالوصفة اللي احنا هنعملها كدهان آآ في وصفتنا النهاردة. عايزاك اتتابع مع الفيديو الاخر وشوف الوصف لان اهم من مكونات الوصفة ان انت تشوفي الوصفة معي وتعملها بطريقة صحيحة. تعالوا بقى كده يلا. اول مكون معي زي ما انت شايفين كده جماعة ده الشاي الغضر. طبعا اي دكتور آآ او اي حد بيروح لدكتور ولا حاجة بينصح بالشاي الغضر لان هو كويس جدا في نزول الوزن معاك وفي التخسص بالذات. آآ الشاي الغضر طبعا احنا كلاتنا عارفين ان هو فيه مضادات اكسادة كبيرة جدا وبينزل معاك الظهور. آآ طبعا يا جماعة آآ يعني فيه من هنا ممكن ان هو يستخدم اللي هو البكاو فيه من هنا برضو اللي هو ممكن يجيب الباكت اللي هو الكبير كنت انا ورتلكوا قبل كده ده آآ ده برضو موفر وكويس جدا. تمام? يعني علشان مسلا فيه ناس ممكن تقول لا ده غالي ولا كده ممكن انت تجيب الباكت اللي هو الكبير على بعض دوت وتستخدم منه هيكفيك فترة طويل. ده كده الباكت هنش هنستخرب كل كل الشاي اللي فيه. طبعا انا حطيت الباك وكله زي ما ان شايفي. لو احنا عندنا السايب ممكن ان شاء الله ان احنا هنستخدم منه ملو معلقة يعني زي المعلقة كده بتاعة الشاي الصغيرة. هنستخدم ملو معلقة منه. تمام? تعالوا بقى كده نشوف تاني مطول معي ان هو ايه? تاني حاجة معي يا جماعة الحبة المعجزة اللي انتم شايفينها معي ديت واللي هي القرنفر. اول مصمار بمعنى اصح يعني. شايفين بتبقى عاملة ازاي? ده طبعا بيجي من عند العطار. ده كويس جدا. لو فايدة كبيرة جدا في نزول الوزن معنا. وخصوصا من نزول الدهون كمان. ده طبعا ده اللي انا عرفه يا جماعة اسمه مصمار او القرنفر. بس برا مصر انا ما عرفش عشان في الناس يعني ايه? ممكن تسأل تقول له هو اسمه ايه? فانا ما عرفش يا جماعة. ده اكتر من كده انا يعني ايه? اه ده اللي انا عرفه يعني. اه ده طبعا كويس جدا في نزول الوزن ونزول دهون من الجسم. كمان انه هو بيخلي الجسمك دايما على طول شغال اكونوا مكنة حتى يعني لو قدر الله عنده غدة او انت مسلا جسمك ما بيحرقش كويس. اه لو انت عملت معي الكوبات ديت ده هتزود معاك معدل حرق الطريقة كويسة جدا. تمام? ده كده حوالي اربع او خمس يعني قرون او اه اه حبات قصلي من المصمار او القرنفر بالشكل ده كده. هننزل عنا بالمال مغليه كده. بالشكل ده كده. وهنبدأ نحنا نقلقها بقى كويسة جدا. بعد كده هنغطى عليها طبعا علشان الزيوت الطيورة. اي عشب انا بعملها جماعة بيسيبها كده وبنغطى عليها علشان اقدر استفاد منها. هسيبها كده حوالي خمس دقايق لغاية ما تحس ان هي بدأت تهدى معنا وكل الحاجات الموجودة او كل الفايدة الموجودة في الشاي والقرنفر تنزل في قلب الماء المغليه. يعني الكوبات دي يا جماعة اول ما نقوم منهم كده ان شاء الله اول حاجة هنفكر فيها ان احنا هنعمل الكوبات ديت ونجهز. على ما نقوم بقى نصلي او اه في حاجة ورانا ولا حاجة. هنكون هي برتت او فيديت كده. هنقدر ان احنا نشربها ان شاء الله قبل الفطار. تمام? ده كده اهيت. خلاص كده بقى هندي لها قرطة تقليبة كده اهو. بعد كده بقى هنصف فيها ونقدر ان احنا هنشرب. تمام? يبقى كده كوبية جهزت معي. نقص حاجة واحدة بس هنعملها اللي هي ايه? اللمونة. معي كده نص اللمونة. طبعا انا مرضاتش اعمل اللمونة يا جماعة. الا بعد الكوبية ما تهده معي. اهو. ده كده اهيت. ده كده كوبية الشاي جهزت معي. خلاص? ده كده يا جماعة الكوبية خلصت معي نهيت. هنجي بقى نعمل الوصفة اللي احنا هنعملها كده الموضوعي. طبعا اول حاجة هتستخدم فيها زي ما انتم شايفين القهو. تمام? معلقة صغيرة كده هوت من القهوة. هنحط على هون برضو معلقة من الزنجبيل. ده طبعا انا جماعة الزنجبيل اللي هو البودرة. آآ الزنجبيل ده كويس جدا جدا في حر الدهون. لو احنا عملنا كده الموضوعي بالشكل ده كده. هنحط على هون برضو شوية زي زيتون كده هوت. اهن. بالشكل ده كده. انا نحاول انا برضو اهن نفرد ده كلاتهم مع بعض. بالشكل ده كده. كده يا جماعة اصبح الدهان الموضوعي جاهز معي. بالشكل ده كده. ده كده طبعا هنعملوك دهان. طبعا زي ما قلت لكم دايما انا عطول في الفيديوهات بقولوك يا جماعة. اهم حاجة ان احنا قبل ما ندين الديهان هنخسل المنطقة اللي احنا ندينها بشوية مية دافية. علشان نفتح المسام. بعد كده هنقوم دهنين الديهان دوت. كده انت شافينه معي دوت. وبعد كده لو انت عندك كيس ولا اي حاجة اي كيس بقى. هنقوم لك في المنطقة اللي احنا هندينها ونسيبها حوالي ساعة ساعتين. لغاية ما نحس كده ان ايه? اني بدأت هتحس طبعا ان المنطقة اللي انت دهنها بدأت انها تسخن معاك. فمحدد شيء لو خالص. بعد ساعة او ساعتين هنرجع ان احنا هنشيل اللي احنا عملنا ده كلته. وهنخسل المنطقة بمية عادية من الحنفية. ده طبعا يا جماعة بالنسبة ان انت عايز تخس اي منطقة معينة عندك. وبالنسبة كمان علشان تشيد ترهولات الجسم. تمام? آآ ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى يا ربي يكون عجبكم. آآ بقى احنا في الفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة عملنا وصفة تاني اتنين. الوصفة الاوانية اللي احنا آآ عملنا كوبات الشيء اللي اخدر. اللي احنا نشرفها طبعا وعرفتم معي الطريقة. وعملنا كمان ادي هنا الموضوع اللي انت شفتوه معي دهوت. ده. وصفة تاني كويسين جدا. لو انت فعلا عايزة تنزل وزنك بطريقة سريعة او بطريقة مزبوطة. آآ ما تنساش تحطو لايك الفيديو ويريد كمان تشيرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.